هنا ريبين من السليماني يقول إذا كان أحد الأشخاص كثير الشكوك وقبل انتهاء الوضوء شك هل مسح رأسه أم لا؟ وأراد أن يعيد الوضوء فماذا تقول له؟ حفظك الله مسألة الشك في أعضاء الوضوء غسل أعضاء الوضوء أو مسح الرأس الأثر يوضح ذلك ويبين هل شك في غسل يده أو رجله يظهر إن كان مغسولاً كانت مغسولة أم لا وكذلك الرأس مع الأذنين ممسوح أم غير ممسوح فيتثبت ويتأكد إن تيقن له أو غلب على ظنه أنه لم يمسح يمسح وإن غلب على ظنه لم يمسح يعيد المسح أو العكس بارك الله فيك كما قلنا لكن بشرط أن لا يكون هذا الرجل وسواساً يعني بعض الناس أصابتهم الوسوسة نسأل الله العافية فهم قد توضع وغسل رجليه لكن يشوق يقول احتمال احتمال يعني جزء من أجزاء قدمي ما أصابه الماء أو من أعضاء يدي ما أصابه الماء هذا من الشك والوسوسة يتعوذ بالله من هذا الشيء ولا يلتفت بل يستمر إن شاء الله و تعالى بارك الله فيكم